أكثر من مليون شخص يقصدون سنوياً مراكز الصحة العقلية في الجزائر لتلقي العلاج بعد اضطرابات نفسية وعقلية تضعفت منذ انتشار جائحة كورونا التي كانت لها آثار نفسية عصيبة على الأشخاص عندنا تقريل مليون فحص في بلدنا في السنة لمرضى اللي عندهم احتياج للعلاج النفسي يكون زاد لأن الكورونا عجزتنا حتى في نقل المعلومات نقص مراكز الصحة العقلية إلى جانب الأخصائيين النفسانيين مع قلة التغطية المتخصصة في بعض المناطق من الوطن كبحت جهود الدولة في مجال ضمان رعاية صحية لائقة للمرضى العدد ما يقدرش يكفي لنا طلب قوي وكثير وحتى بلد ما عندها خاصة في بلدنا كان علاج مجاني هذا الثاني جانب يسعب مهمتها للمؤسسات لكن عدنا 1200 أخصائي نفساني وعندنا تقريبا 1000 أخصائي في المرضى العقلية ترقية الصحة العقلية عن طريق تنفيذ المخطط الوطني وتكثيف أساليب العلاج الاستشفاء للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية يبقى السبيل الأمثل للتكفل بالمرضى في ظل مؤشرات ارتفاع عدد المصابين في ظل جائحة كورونا